وأبدأ معك سيد سيرجي ماركوف مباشرة الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو أكد وصول الأسلحة النووية التكتيكية الروسية ما الذي تريد موسكو وتسعى إليه تحديدا وألا تشكل هذه الخطوة أي شكل أو نوع من أنواع الاستفزاز للناتو والولايات المتحدة في ظل التوترات الكبيرة بين الطرفين بفعل الحرب في أوكرانيا كما تعلم وفوهات الأسلحة هذه موجهة لمن برأيك عندما يكون هناك سلاح بطبيعة الحال يكون هناك عدو شكرا جزيلا لك أنا أولا أود أن أصحح صفتي ثانيا هناك عدد من الأسباب التي تجعل روسيا تنشر أسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروسيا أولا هو حماية بيلاروسيا من الغزو من قبل بولندا أنت ربما تعلمين أنه من وجهة نظر فإن الحرب في أوكرانيا هي جزء من محاولة مواجهة حرب نعانيها وهناك عدوان بولندي وبولندا تلعب دورا عدوانيا مهما جدا وبولندا تحاول أن تتوسع وابتلاع بيلاروسيا كاملة وهي ترغب في أن تستولي على أراضي بيلاروسيا وهي ترغب في أن تكون بولندا وبيلاروسيا في كنفيدرالية واحدة وكما يعلم رئيس كولوكاشينكو فإنه منذ عام 2020 تم عداد الأماكن التي سوف يتم فيها نصب الأسلحة النووية التكتيكية وطلب الرئيس لوكاشينكو من روسيا مساعدته ودعمه وكان واضحا جدا إذا وجه رسالة إذا اعتقدتم بأن الجيش البولندي بإمكانه احتلال أراضي بيلاروسيا فإنني سوف أستخدم أسلحة نووية التكتيكية كان واضحا جدا الأمر الثاني هو أيضا بأن هناك وجهة نظر روسية من وجهة نظرنا نحن نحاول أن التوكون متواضعين جدا لأكثر من ثمانين سنة حاولنا أن نستخدم هذه الأسلحة لمنع العدوانية من دعم الإرهابيين ووقف عدوانية تتجاهها إن أسلحتنا التقليدية الروسية لا تعني شيئا لكن إذا علمت في حال هاجمت علينا دول الناتو مباشرة نحن نعلم بأن الولايات المتحدة تنشر أسلحة نووية تكتيكية في ست دول في القارة الأوروبية فبالتالي نحن قررنا بأنه أيضا لا بد أن لا نكون خاسرا ثانيا نحن سوف نكون على نفس مستوى الولايات المتحدة الأمريكية إذا قررت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر أسلحتها النووية التكتيكية فإن روسيا سوف تقوم بنفس الشيء